لكن عندنا نتائج أخرى هي أيضا الأبرز استعرضنا لكم بقى أكثر النتائج من حيث وعاد الأهداف اللي سجلها النادي الآلي في 2021 وطبعا هتلاقي الحرس الوطني بطل النيجر في صدارة وطبعا بنتيجة محببة للنادي الآلي وهي نتيجة ستة واحد ففريق الحرس الوطني بطل النيجر دخل نادي الستة الممتلئ عن آخره النتيجة اللي بعد كده نتيجة الزمالك أو مباراة الآلي والزمالك الانتهت بفوز الآلي 5-3 ثم الإسماعيلي 4-0 سيراميكا 4-0 سموحة 4-0 نهائي العشرة كيزر 3-0 الترجي 3-0 في الدور قبل النهائي المريخ السوداني 3-0 فيتاكلاب 3-0 الانتاج 4-1 المقصة 4-1 سموحة 4-1 والمصري 4-2 دي أبرز النتائج اللي حصلت في 2021 وعشان كده مش مستغربين إن النادي الآلي سجل 120 هدف طبعا أبرزهم ستة من الحرس الوطني أو ستة للحرس الوطني وخمسية الزمالك اللي أنا لسه متكلم عن أسست السلية مع محمد شريف مشكلة إن احنا برضو استعرضنا الزمالك كتاني أكبر نتيجة الأهلي سجل فيها وما اعتبرناهاش إن هي فرق هدفين بس لأنه تبقى النتائج التقيلة نتائج سقيلة حتى أبى من أبى أو شاء من شاء إحنا في النهاية عندنا واقع وأرقام ولكن النادي الأهلي برضو عايز أتكلم حاجة تخص الأهداف النادي الأهلي هجوميا كان مميز جدا السنة دي وأنا بشوف إن النادي الأهلي هجوميا عنده حلول حتى لو بلعب بطرق بيعتقد البعض إن هي بتقلل هجوميا ولكن لا شفنا قدام الترجي بتقدر بتسجل في المباراة زهابا إيابا أربع أهداف فكان شيء مهم جدا ولكن على المستوى الدفاعي محتاجين نشتغل كتير جدا آه يمكن شفنا تغيير طريقة اللعبة عشان خاطر نقلل الأهداف اللي كان بتدخل فينا ولكن مهم جدا 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 النادي يتحسن دفاعيا لأن ده حيفرق مع مستوى البطولات